أشارت إحدى الدراسات العلمية إلى أن الكحول وتحديدا الفوتكا قد تكون السبب وراء زيادة عدد الوفيات بين الرجال الروس الذين لا تزيد أعمارهم عن الخمسة وخمسين عاما الأمراض المرتبطة مباشرة بالإدمان على الكحول كسرطانة الحنجرة والكبد هي الملام الأول بحسب هذه الدراسة الروسية البريطانية يقول نائب مدير مركز أبحاث السرطان لم يعرف أي بلد هذه النسبة نسبة الموت هذه لا تظهر إلا في أوقات الحروب لم نعرف أي إحصاءات مشابهة في أوقات السلم أنا أدعوها أزمة ديموغرافية هذه الدراسة التي شملت شريحة من مائة وخمسين الفرجل روسي تمت متابعتهم خلال عشر سنين لا تبدو مقنعة للكثيرين المبالغة في شرب شيء سيء لكن أن يكون هو السبب الأساسي للموت فذلك هراء وتقول هذه السيدة الناس تشرب كثيرا بسبب اليأس ربما عندما تكون بدون عمل يصبح الشرب هو العمل الوحيد التسمم من المشروبات المخشوشة والحوادث والانتحار والعنف تشكل أيضا عوامل الارتفاع نسبة الوفيات بحسب هذه الدراسة والفوت كذلك المشروب التقليدي الذي يدفئ الناس في شتاءة روسيا الباردة ليس العامل الوحيد للموت ترجمة نانسي قنقر